اشتركوا في القناة لكن ما تقدرش تلعب نجار حكم كابتنك كبير منورني ومشرفني النهاردة ربنا خليك كابتن مصطفى وبشكرك على الاستضافة انا سعيد جدا ان انا معك منورني منورني كبير في الكورة وفي تحليل وفي تدريب وفي كل حاجة اشرف لي ان انا كنت موجود معك طبعا كابتن فهيم امتى هننتهي من مشاكل التحكيم على مدار سنين عمري كلها من ساعة ملعبتي في النادي الاهلي واحنا عايشين في هذه الدوامة ما بين حكم دولي وحكم محلي ما بين ده اريف فلان وده صحف فلان ما بين متشات انت عارف انا عايز اقول ايه ما بين السطور ما بين اختيارات ما بين اهانات الحكام في المباريات ما بين اختيار لجنة الحكام هل هي انا عايز اقول لك كل حاجة وافتح لك المجال تتكلم في كل حاجة لجنة الحكام تبقى من الاتحادة ولا تبقى مستقلة تبقى محترفة ولا تبقى هاوية وهذا العنصر الاساسي زي ما انا قلت في كورة القدم عنصر يمكن اضعف من المدر فاضل يا كابتن والله يا كابتن مصطفى انت قلت كل حاجة في الكلمتين دول اللي تحكمه عشان يبقى قوي لازم اللجنة تبقى منفصلة عن الاتحاد ودي صعبة ليه صعبة صعبة لان طب الاتحادات الدولية والاتحادات المانيا وفرنسا والسعودية والكويت احنا بعيد مشوار طويل اوي بيننا وبين الناس دي الناس دي بيحكمهم لوائح وبيحكمهم قوانين وبيحكمهم فكر وبيحكمهم ثقافة وبيحكمهم حاجات كتير جدا اللي بيها الحكم ده شيء كبير اوي عندهم مهما يحصلوا الاعتراضات لها حدود الناس عارفة كل واحد عارف هو بيشتغل في ايه بالزبط لكن احنا عندنا كله بيتكلم على كله كله مباح كله مباح في مصر كله مباح في التحكيم كله مباح اي حد بيتكلم عن التحكيم واللي اضع في التحكيم مسؤولين التحكيم من زماني انت مع تحليل الحكام في المباراة من بعض الحكام الدوليين لا طبعا انا ضد التحليل عمتا في الفضائيات لان هو ده اللي سير الدنيا لان التحليل في مصر مش تحليل واقعه وانما تحليل بيحمل الحب والكره لبعض الحكام انت النهار ده على هوايا على روحي بتكلمني كل يوم في التليفون فبطلع عصياتك وحاكم تاني بطلع اكشف الاخطاءه دي حقيقة ده كلام خطير ومكباتي غير اللي انت بتقوله في التليفزيون وربما تكون اللي انت بتقوله في الفضائيات انت موجه واقعني كلمة موجه دي وحط تحتها متخط موجه اه في موجه لمصلحة حكم لمصلحة حكم لمصلحة حكم لمصلحة حاجة كتير تحليل بيقول كده ازاي انا اطلع بين الشوطين احلل ازاي انا كنت في يوم من الايام حكم اسمح لنفسي ان انا بين شوطين اطلع حكم حكم انا كنت في مكانه في يوم من الايام ازاي ازاي نطلع حكم اخطأ انت نفسك انا نفسي لو طلعت حللت انا نفسي اخطأت في يوم من الايام ما كنتش ارضى ان حد يطلع يحلل علي قرار يهيج الدنيا ويولع الدنيا علي بين الشوطين يعني لسه في خمسة واربين دي يعني دلوقتي زمان ايام حضرتك ما كانش فيه محمول ولا فيه تليفزيون دلوقتي ممكن لو حد قال قرار وإحنا ما بنلعبش بجماهير ده احنا بنلعب بخمسين ستين واحد ومئة واحد ودلوقتي اجهزة فنية قاعدة في الملعب بتتلقى التليفونات الحق ده فلان قال دي مش ضرب الجزاء الحق ده فلان قال لك ضرب الجزاء ولعت الدنيا علي الحكم اللي بيلعب في ارض الملعب ده من غير متى ده والجماهين ويطلع بقى كل واحد يغني على ليلاه باللي انت قلته بين الشوطين ولعت الدنيا للحكم انت ما كنتش ترضى على نفسك انه يتقال عليك كده وانت بتحكم وانت وانت بتحكم كان عندك اخطاء ايامة في التحكم اصلا خطأ ورد يا كابتن فاهم طبعا بس 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 ازاي انت تطلع يعني انت حاسة دي حاسة ان انا حكم ازاي اطلع انقض حكم زميلي ما هو برضو زميل وفي يوم الايام هيقعد زي كده بتنقضه والناس بتسمعك وبتولع عليه الدنيا من بدري او في المباراة بين الشوطين وللأسف ده بيأثر عليه في الشوط التاني او لما بقى يسمع ده يا كابتن مثلا اقول كابتن جمال غندور كابتن فلان كابتن فلان بيتأثر على الحكم دي اه طبعا بتأثر طبعا لان هاسمات الشخصية اللي موجودة عند الحكم في حكم مهما تتكلم معاه اللي في دماغه بيعمله عنده شخصية عنده ثقة في نفسه عنده ثقة في القرار اللي قده حتى لو كان خالد طب حقول لك سؤال طالما بتتكلم بمنتهى الصراحة كده ومنتهى الوضوح في مجملات في مجملات طبعا مجملات في ايه في تعيين الحكام في تعيين الحكام طبعا فيه تجمالات مجملات في النداء بقى حكم درجة اولى بقى حكم دولة فيه مجملات ماليه وفيه اتصالات طيب وفيه حكام بتاخد حقوق حكام فيه حكام يعني تعرف اقولها ازاي بتتعاطف مع فريق او يقول له انا عايز النادي سين يكسب او النادي صد يكسب لا لا ما عندناش في مصر حكم كده لكن عندنا حكم ممكن يتأثر بالضغوط على الرغم ان الضغوط الاصلية مش موجودة الجماهير الجماهير يا كبت المصطفى لما بتزوم وبتضغط على الحكم لو الحكم ما عندوه ثقة في القرار اللي خده القرار اللي بعده غلط لان الجمهور بيضغط عليك حتى لو كان قرارك صح اقول لك على حاجة حضرتك مدرب كبير في مدربين بتبقى عارفة من القرار اللي انت خدته صح ومدرين كورة عارفين القرار اللي انت خدته صح وبيحاول يضغط عليك في الملعب اذا ما قابلش ده حكم عنده شخصية وجلد ويقدر يقعد المسؤول ده في مكانه لان هو يملك الحكم في الملعب يملك كله قدرار صحب القرار صحب القرار يقعد حد في الملعب بيخرج حد من الملعب يسيب حد في الملعب هو اللي صحب القرار وكلنا عارفين النغم اللي انا هقولها دلوقت في وقعة كابتن في وقعة كتير في الدول السنة دي في ضغط جامد بقنا سنتين كده في ضغط على الحكام والحكام بتهرب من الموقف معرفش ليه وفي حكام كويس سنت قلت جملة مهمة جدا ومال بقى لو ضغوط الجماهير دي هعمله ايه هنا لو الجماهير موجودة كابتن فاهيم تفرق مع شخصية الحكم وقوة الحكم وسيكولوجية الحكم في المباراة طبعا الضغط الجماهيري ده اقوى ضغط على حكم المباراة الزوم اللي انا قلت لحضرتك عليه ده لو ان الحكم معندهوث ثقة في نفسه وثقة في قدراته وقرار اللي خده صح حتى لو القرار اللي واخده غلط بس هو الحكم شافه كده في الملعب فاكيد فعت في نفسه انه شايف ان القرار اللي خده صح فبيبقى عنده ثقة في قراره حتى لو كان غلط بالنسبة للشاشة في التليفزيون او للناس هو في الملعب لما خد القرار شايف انه قراره صح بيدافع عنه حتى تحت اي ضغط ضغط بقى جماهيري ما بيسمعش احنا كنا بنستمتع والجماهير مالية الملعب وبتهاجمنا وبنسمع كلام كتير بس كان في قدرات البداية بتاعت الحكم بدايته كانت ازاي صعود الحكم للمرتبة الاولى دي طلع ازاي هي دي المهم ان الحكم ده عشان يوصل للمرتبة دي اقولك حاجة بمناسبة صعود الحكم ده ازاي كنا بنلعب اهلي وزمالك تحت 18 سنة عندنا في نادل اهلي ام انت عارف مين كان الحكم كانت محمد حسان اه يعني انت فاكر الماتي ده ولا يا ابو لأ سألت لما انت فاكر مين انت الحكم اه يبقى خلاص اقول محمد حسان الله يرحمه مرحب 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 اه اه تصور هزا الاسطورة في التحكيم فاحنا عايشين اليوم من دولها كابتن في تطوير التحكيم في مصر اه تطوير تطور ولا ما تطور والله انا هقول لك 3 حاجات عشان نشوف التحكيم يتطور ولا ما تطور اتفضل التحكيم بيتطور لاكا بدنية اه فنيا شخصيا ايس حضرتك لاكا البدنية لاكا البدنية مش لاكا بدنية داخل ارض الملعب مش داخل الترك مش اختبار لاكا البدنية في حكام كانت في الاختبارة البدنية اللياقة البدنية الورنال تست كانت بتعدي بصعوبة لكن في الملعب قريب من كل لعبة وفي حكام كان بتطلع من الأوائل في اختبار الورنال وفي كل كرة هو بعيد ده سوء تأدير ولا مش لياقة ده بقى ده سوء تأدير لعبة اللياقة البدنية في الملعب شيء اللياقة اللياقة البدنية الحكم في الملعب شيء ولياقة البدنية للحكم على التركيز ده موضوع تاني خالص طبعا لياقة البدنية في الملعب دي إراية جيدة للحكم للعب يعني حكم فاهم طريقة أداء وطريقة لعب وخطط لعب الفرقة الفريق اللي بيلعب لهم كان أهلي أو زمالك أو مصري أو اتحاد بتاعت مين كان بيعجبني في الحتة دي؟ سامير محمود واصمان طبعا سامير محمود واصمان كان أستاذ فيها ابن الذين الحتة دي معه تحت الكورة في أي حتة في الملعب الخبرة يا كابتن الخبرة وقدارة المباراة مربوزة القراءة الخبرة كتير واللعب كتير وخبرة سامير لما عاليت بدأ تحرقاته أكتر من جريه صح اللي هي قرية اللعب بيقل الجنة هو قطوتين يبقى عند القرار محصلي إزاي نقرأ لعب إزاي حكم المباراة يقرأ لعب إزاي نعرف الكابتن مصطفى طريقة أداءه في الملعب إيه بيعمل إيه بيرفع إمتى بيبصي إمتى هيلعب فين هيلعب فين هي دي التحرك أو الفهم الفهم لطريقة الأداء بتاعت اللعبين وخطط لعب المدربين دي بتساعد الحكم على تحرقاته السليمة داخل أرض الملعب والسريعة والقراية السريعة لإيه لأن الحكم اللي يقتل بدنيا عاليا زهنه عالي طبعا تمام إيس على ذلك أنت مريحه بقى ولا مش مريحه مريحه دي قصة بقى تانية مريحه بمعنى بمعنى حضرتك من شوية وأنا بسمعك في الإنترو بتقول اللعيبة بتتنقل ومواصلات تعبت أنت الحكم بيتبلغ ممكن الساعة 11 بالليل اللي ماتش تاني يوم الساعة 3 الظهرة أو الساعة 4 أو الساعة 5 أو الساعة 7 وفهيم من قاهرة ومحمود من الشرقية وفلان من ضمياط وفلان من الصعيد من أسيوت مثلا أولا بتاعه ويلعبه في السادي سكندري ماتش دوري بيتكلف مليارات الجنيهات وبتطلب من طاقم التحكيم ده أنه كل واحد يسافر ويتقابله في الاستاد تمام؟ دي مرمطة إحنا رئيس ساعة الحكام بيتغنى بأداء الحكام في تونس ده جزء من التطوير طيب أنت حكامك سافر التونس قعدت يومين مع بعض اليومين مرتاحين في الفندق بيتكلموا على طول في المباراة عايشين الأجواء بتاع تلماتش والجو العام للمباراة بيتكلموا مع بعض في طريقة أداءهم للمباراة المباراة اللي هلعبوها دي المباراة كانت الصفاكسي أو النجم السحيلي عارفين قيمة المباراة حاسين عايشين الجو إيه سليل على ذلك؟ إن الحكام دي كمان هترجع واخده فلوس يعني كمان مرتاح مش عن نوتة اللي إحنا بقالنا سنين بنعاني منها التحكيم المصري بيعاني إن كل الحكام بتقبط مستحقتها المالية بعد السنة من إداريتها للمباراة يعني الموسم اللي فات لسه بيتقبط الموسم ده ما أتحدى لو فيه جنيه تقبط من الموسم ده من ساعة ما تلعب معقولة؟ لا ده مش معقولة فصل الفلوس دي كلها والرعاية بتاعت الاتحاد والتريزنتيشن اللي عاملة حالة في مصر لا 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 أخر حاجة تفكير في التحكيم ونسيبك بقى من كل الكلام اللي بيتقال الأيام اللي فاتت دي كلها والهيصة اللي بتتقال دي كلها كل ده هيصة لكن لغاية دلوقتي مفيش حكم راح لعب مباراة وتاني يوم خد فلوسة مش هنقوله يقبض من النادي تاني يوم خد فلوسة أخر حاجة التفكير في التحكيم سيبك بقى من التطوير وإحنا كلنا مع التحكيم وبنعمل تطوير تحكيم وكلا لا لا مفيش كلام هم قال الورش اللي بتتعمل دي يا كابتن الورش دي هاري كلامه خلاص عرفها دي لأن على أرض الواقع احنا عندنا خمستاشر حكم ولا ست سبع حكام بنتبادل بهم مطشط الدوري الممتاز والقسم التاني والقسم التالت والقسم الرابع عشان خطر الجمعية العمومية بتاعت اتحاد الكرة عايزة كده كل رئيس نادي يرفع تليفونه يا كابتن انا عايز طيه ينفع الكلام ده هتعمل حكام ازاي وبعدين بتدخل دفعة جديدة من التحكيم ليه وبعدين انت النهاردة في اكتشاف لمواهب يعني دخل كمان الكابتن ناصر عباس عشان اكتشاف مواهب حكام الدرجة التالتة والتاعة اذا كنت انت اصلا مش قادر تلعب حكام الصف التاني اللي ما بيلعبوش في الدوري الممتاز ولا بيلعبو في القسم التاني ولا حكام الدرجة التانية اللي انت شايف فيهم مشروع حكام هو انت النهاردة كابتن عشان تقول ان لعب الكرة اللي عنده 15-16 سنة ده ده مشروع لعب يلعب للفريق الاول صح عينيك دي هل اي حد يقدر يشوف دي دي مش اي حد يقدر يشوف دي دي شوفها حكام مش مساعدين محترام الكامل لكل المساعدين انا اقدر النهاردة استغل لمساعدين مصر اللي كانوا عبر التاريخ اكفاء اخدهم للحكام المساعدين اللي نفسها تلعب مساعد حكم لكن الحكم ما يشوفوش غير حكم غير حكم كابتن حسام رحمة طلع عليه كان لما حد يجي لعب اسماعيلي وزمالك او اسماعيلي يشوف المرائب اللي هيراقبه مين هل المرائب ده لعب اهلي اسماعيلي لعب زمالك ومصري لعب زمالك واسماعيلي لو ملعبش ازاي هيراقب حكم هو ملعبش نفسه المباردي عارف الاجواء بتاعتها والاتموسفير وعارف وعارف كل حاجة وحس بالحكم هو نفسه لعب المباردي مش هيبقى عنده نوع من الخوف ولا الرعب ولا يبقى الجوا عنده بالنسبة له لا هو التاني هيبقى الجوا عنده جديد اول مرة يشوفه بيلعب قدام تلاتين اربعين خمسين الف اسماعيلي وزمالك او اهلي اسماعيلي او هكذا فمين اللي يشوف الكلام ده حكم انت النهاردة حكام مصر الدولين كلها اللي بطالوا والموجودين بيعملوا ايه اللجنة بقالها ست سنين بتشتغل في ناس بقالها خمستاشر سنة بتشتغل ايه اللي قدمولي التحكم في مصر هيقولك قدمنا محمود البنة واحد انت قادر تحمي محمود البنة او حكم هاي حمين محمود البنة حمين محمد معروف حمين الحكام اصلا هل الحكم ده بمعنى بمعنى ايه كابتن فاي بمعنى كابتن مصطفى انا لما لاقي خناف الملعب ومشتين لما لاقي كابتن مصطفى يونس خرج عن النص واخب معانا قرار كحكم مفيش حد بيحمي مطش الجامش هتلاقي فاهيم ده مع كابتن مصطفى تهيني واتصالات بقى وهيسه وزنباليته بقى واتصالاته وتليفوناته وبتاعه وبلاشه ازاي ازاي لما الحكم لدرجة خلت الحكام هو توحيد القرار في ايه كابتن مصطفى عمرك ما تقدر توحد قرار فني لاني مهارة فاروق عفر والخطيب وحسن شحاته كل واحد ليه اسلوبه كل واحد ليه طريقة في معاراته واسلوب لعبه صح؟ صح انت في نفس الوقت مش كل القرارات الفنية في التحكيم تقدر توحدها لانك دي موهبة والمواهب مختلفة عن بعضها لكن تقدر توحد القرار الاداري ده سهل سهل واحد بيشوح هتدي له انظر واحد بيدرب هتطرده واحد اعترض واحد اعترض ده كامت القانون بيقول واحد يقوم يدلي بتعليمات ويرجع انت في مصر الزيتها بتقوم تدي تعليمات وزيتها بتقوم تطهر الحكم لو هو عارف ان فيه اللجنة والتحاد خبالك وحط تحت كلمة التحاد دي بيتخط لجنة والتحاد بتحميك مش هتلاقي مدرب هو الدليل ان المدربين اللي بتشتغل كانت بتشتغل برا مصر في بلاد عربية ما يدرش يقوم من عندك ما يدرش يتكلم حكم في مطش 13 سنة مش دوري ممتاز في الامارات ولا في صح ولا من الصح الكاميرا بقول حصل ده حصل معي أنا ماتش 13 سنة لو حاكم قام كلم لو مدرب قام كلم لعب ما بيشتغلش ممكن يرجع بلاده صح لكن هنا عشان كلها معلش وكلها وسائط وكلها محسوبيات وكلها مصالح كله بيدور على مصالح فيه ما بعد فبيتلاقي اللي انت شايفه ده بتلاقي ماتشف ناشين بيتلغي بتلاقي ماتشف الدوري الممتاز خمستاشر واحد ايمين من على الدكة بيعترضوا على الحكم خمستاشر واحد لفين حوالين اللايمان ولو حكم خد القرار يطلع يقول لك اصدق أنا عنده قرار في المباراة اصلينا راكل الجزاء مناش راكل الجزاء في خطأ في راكل الجزاء راكل الجزاء لتحسبت مش راكل الجزاء كل الكلام ده لا يستدعي ان دكة بالكامل تروح لللايمان ان مدير كورة او مدير اداري يقوم يزعع للحكم والحكم طبعا عارف ان لو طردوا ممكن ما يلعبش للفرقة دي تاني احنا عايزين كلام في المنطقة الخطورة لا انا بقوله كلام حقيقي يا كابتن كل اللي بسمعني دلوقتي اكيد عارف اللي انا بقوله ده صح الحكم المصري لازم تقول لي هيبة وقوة اكبر من كده واللي هيدهاله المسؤولين عنه اكيد المسؤولين عنه لازم يتكلموش المسؤولين عنه يتكلموا بالورة او القلم احنا بنتكلم كل شوية عملنا لجنة انضباط ولجنة وبنطلع نرد على الناس في التلفزيون ونطلع نرد وكلو احبايت دي وبعد ايه انت شايف رد التلفزيون دوت يعني مش مستحب انا شايف ان المسؤول التحكم يطلعش يرد على اي قرار ولا يرد على اي مسؤول في التلفزيون او في القنوات فيه اتحاد كورة وفيه لجنة حكام ومش مفروض فيه متحدث رسمي باسم الحكام دي ما فيش متحدث رسمي باسم الناس الحكام كبليه ما تعملش حد منكو حد يعني تقيل زي حلاتك كده يبقى متحدث رسمي باسم الحكام اي حاجة تخص الحكام يطلع يتكلم في الاعلام لو المتحدث الرسمي كابتن مصطفى هيرد على كل حاجة يبقى مش هتخلص لان الاخطاء موجودة بس في حاجات جوارية كابتن فاهين يعني الجون الجيف ازا ملك الهند بول ده ده يعني ده على مرأة ومسمع كنت لسه هكملها الاخطاء موجودة النهاردة وكانت موجودة بارح وموجودة في كاس العالم موجودة في مصر موجودة في كل بلاد العالم تحت كل التقنيات وكل الاحداثيات وتحت كل اي بند تقدر تقوله في احداثات التحكيم انما المسؤولين عن التحكيم ليه بقول ما يتكلموش لانك لما بتتكلم بتفتح للرد على كله انت النهاردة اتحاد كرة موجود لجنة حكام موجودة اي حد دي ليه اعتراض بيبعد شكوى يروح يقابل لكن انا مطلعش ارد وبقينا ساحة للرد يعني انت مؤطرد على المكالمة اللي ما بين سيد عبدالحافيز وكابتن انا سمع فتاك اه في لينك معاهم ولا في لجنة الحكام انا مفيش لينك اه لا انا مفيش لينك في لجنة الحكام انا مش هبقى موجود في التحكيم انت مش مكنتش حكام ولاي؟ لا انا مكنتش حكام انا بشبه عليك بسرعة لا خدس يا كابتن هقول له حديثك على حاجة التحكيم في مصر هيبقى قوي لما تبقى لجنة الحكام مستقلة عن اي حد تبقى محترفة ولا مستقلة؟ ومحترفة لا مفيش شغلة دلوقتي ما هي دلوقتي محترفة ما هي اللجنة دلوقتي محترفة؟ بيبضوا؟ بيبضوا كابتن في واحد في لجنة الحكام عضو في لجنة الحكام بيبض فلوس وما بيروحش اللجنة كابتن عصام عبدالفتع عدو اتحاد الكورة الكلام اللي انا بقول لك ده انا بقول لك كلام حقيقي اكيد طبعا انت عندك ناسك وعندك كابتن لجنة الحكام كابتن عصام عبدالفتع عدو اتحاد الكورة رئيس لجنة الحكام كابتن وجيه احمد كابتن عزب حجاج كابتن ناجد ريس كابتن سيد مراد ولجنة تطوير يعني منبثقة منها لجنة تطوير وكابتن ناصر عباس اللي هو مسؤول عن الحكام الصغار اللي هو اكتشاف ده ملف المواهب الملف اللي مسكه لوحده وانا اعتقد انه هو يعني بيشتغل وهيعاني لاني انت هتكتشف مواهب المواهب دي مش عايزة تلعب اذا كنت مش قادر تلعبه مش قادر تلعب حكام الصف التاني يعني انا عندي 500 حكم درجة اولى انا مش قادر لعبهم وفي نفس الوقت ما عندكش الشجاعة انك تقول لحكم انت ما تنفعش تبقى حكم هي دي هي دي المهمة هي دي المهمة انك انت بتحط معايير لاختيار حكم يدير مباريات ان كانت الدولة الممتاز او قسم تاني او قسم تالت او للناشئين معايير اللي بيها بتحطها على الحكم لياقته شخصيته شكله مظهره لياقته البدنية سيطرته سيطرته على المباراة شخصيته كل الحاجات دي معايير بتحط انت معايير تكتشف ان المعايير اللي انت حاطتها انا اشتغلت ثلاث شهور في لجنة التطوير وروحنا قلنا معايير معايير وروحنا قلنا كلام كتير اول المناطق وان احنا عندنا بلان وحنشتغل على كذا جيت قلت لهم ما ينفعش مساعد حكم قاعد بيتفرج على مساعد حكم مليان انت عايز مساعد سواريخ على الخط انت بتشوف حكام اسبانية عاملة ازاي انا عايز اشوف حكمي كده انت عملت شريط محترم هل الحكام ماشي على الشريط اللي انت عامل ده طريقة اليقر البدنية بتاعت الحكم في الملعب مفيش هو ده التطوير تطوير ان انا شوف حكم تسعين دقيقة بيجري تسعين دقيقة سبرنتان حكم بيلف زي الحمامة حكم بيروح لمنطقة الجزاء بسرعة مش خايف يرجع من منطقة الجزاء عشان مش شوفش كراء فيه حكام تظلمت كتير الاعسام كتير يعني انا عندي حكم مثلا في السويس السنة اللي فاتت بيلعب بس عشان مش حلو اسمه اسماعيل من السويس حكم قويس جدا فيه حكم انا شفته من 3 ا4 سنة اسمه النعناعي مثلا من كفر الشيخ حكم قويس هي المشكلة يا كابتن انت المشكلة العين اللي بتشوف وانت حابب تلعب ولا مش حابب فيه حب وكره يعني طبعا يا كابتن انت بتلعب ب16-17 حكم القائمة الدولية بتوقع على الناس وتقعد ناس ليه ودور الدرجة الاولى ده دور الدرجة الاولى مولعة يا كابتن دور الدرجة الاولى فيه حكم بتمشي فيه ما احترامي ليهم انا بقولك الحكم لازم يلعب كله ومشاطه زي اللي بيلعبه فوق في الدورة الممتاز يعني قصدك بتمشي في الملعب اه بتتمشي اه بتتمشي اه شفيه مرائبين او باتش مرائبين في دور الدرجة الاولى بص يا كابتن المرائبين دي بتعمل التقارير وبتحطه كده خلاص انا خدت انطباع عن الكابتن مصطفى وده الحكم بتاعي انا بقولك الصراحة لو في واحد في مصر اللي انا بقوله ده من الصح من حكام مصر كلها كابتن انت في حكام النهاردة عايزة تسحب الثقة من لجمة الحكام بعقولة اما ليه معص انت لو ما صرحتش الحكم من بدايته بمستوات وبضقت التحكم مش شؤون اجتماعية لا طبعا انت بتحكم حكم في الملعب هينزل يدير مباراة لمدربين بتاخد فلوس وملايين بتتصرف لازم اطلع واحد عرفة الرازة واحد يبقى عندك واحد افضل موسم ليه السنة اللي قبل اللي فاتت هو الحكم رقم واحد في مصر بعد سنة العصر ويتظلم ما يخشش القائمة الدولية عشان حد تاني يخش ده لازم مستويب ايه تخيل انت في عز مستوى ده ما يديرتش تدخله القائمة الدولية ليه عشان مسؤول في الاتحاد ما بيحبوش عشان ليه موقف مع واحد في الاتحاد عشان انا بقولك الحقيقة عشان كده بقولك لجنة الحكام مش هي اللي بيدير التحكيم الوحدها ماجل السادرة بيدير معاهم طبعا حد معين ولا كلهم ناس موجودة في اللجنة متدفية بناس في اتحاد الكور انا بقولك الكلام حقيقة مش اللي بيعين اللجنة اتحاد الكورة اه طبعا ففي ناس متدفية بناس في اتحاد الكور كده بصفة كلام كتير في التحكيم احنا عندنا حكام كويسة بص يا كده مصر طول عمرها عندها حكام كويسة يعني متدفية عشانها دخلناها الشتاء ولا هي متدفية طول السنة متدفية متدفية متأمنة متأمنة يعني انت موجود موجود ايوه يا كابتن موجود موجود مطر كابتن لجنة الحكام تلاتة ربحها مسعادية او مفيش حكام رئاسيين صح تكلم في ايه تكلم في يا كابتن احنا مش ليش بقولي الكلام ده عشان حد يفتكر ان فاهيم عمر عايز التحكيم انا عمري محشتغل في التحكيم طب قولي قولي قيملي كده يعني يعني تعتقد مين افضل وجيه واحد رئيس للاجنة الحكام في مصر كان العصر الزهبي للاجنة الحكام كابتن محمد حسام مفيش كلام اه طبعا هو كان في حد يجرؤ في مصر يكلم الكابتن حسام الله يرحمه كابتن حسام رئيس لجنة بدون اجر اقولك حاجة اقولك حاجة انا كنت بكلمه على طول عشتبعارف انا كنت بكلمه على طول في المتشنت كنت باشتكيله عشتبعارف كابتن حسام خلي بالك في جيل قبل الكابتن حسام برضو عشان حاجة مصطفى كامل محمود كابتن حسام فاهم الله يرحمه كابتن احمد محرم دول ما بيكنوش بيطوله في اتحاد الكرة وحدتك تفتكر الكلام ده دول ما كانوش بيعوده شهر شهر ايه ما بيسمعوش الكلام طبعا كابتن حسام كان بيجي جامد مفيش بصة كابتن مفيش اجمد من الكابتن حسام في تاريخ مصر في التحكيم اقولها لك وعارف انا بقول ايه انا صريح وعارف ان الكلام ده هتزعى الناس كتير وناس كتير مبسوطة منه دلوقتي بس انا بقول حقاية ما كانش فيه واحد في مصر لا طبعا ما حدش اللي كان بيلعب في الدور الممتاز في واحد الكابتن حسام حكم 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 بجد تقصد يعني طبعا حكم يا كابتن حسام سنة 98 جاب حكام مصر اللي هم اجي لي دول كلهم قال لهم لا لا هتولي بقى الحكم اللي لعبة كرة وصغيرين في السنة وخدنا على مركز شباب الجزيرة كله بقى سعيد عبدالغفار فاهيم عمر حمدي شعبان سامير عثمان ياسر عبدالرقوف محمد فاروق ياسر محمود كله كل لعب كرة كنا بنلعب ساعتها الوقتها كنا لعيبة درجة أولى وجابنا في الملعب بيشوف ورعب ماتشاط ويودي مراقبين بقى ومراقبين ميه عشان تلعب مع الكابتن حسام كنت تروح اسكندرية يشوفوك تلاتة لو قالوا انت حكم تحكم من التلاتة كابتن عبدالرقوف المرشدي كابتن احمد بلال كابتن الزنكلوني يعني كلهم ما شاء الله يعني طبعا تيجي الكاهرة يشوفوك تلاتة كابتن عبدالرقوف عبدالعزيز كابتن حسين فاهمي كابتن احمد محرم يعني مش اي حد بيرائب ومش اي حد يشوف لان ممكن تدرس وممكن تطلع الاول في المراقبين على الورق لكن في الملعب لا لكن العين اللي تكتشف اللي تقدر تقول ان الحكم ده لما تعمل معه واحد اثنين ثلاثة هيبقى بكر حكم يبقى تفضل ماشي معاه انا مع كابتن عصام في لجنة التطوير طلبت منه حاجة اقول كابتن عصام انا هاخد خمستاشر حكم او عشرة من حكم الدرجة الاولى الصغيرين الدرجة الاولى هلف بيهم العشرة دول هلف بيهم التلات مجموعات في القسم التاني تلات مجموعات هلعب الحكم في التلات مجموعات وانا اللي هروح وراهم في كل حتة بدونهم يعني من غير مراقبة انا اللي هتمنيهم بعد عشر بعد الدور الاولاني هسلمك عشر حكام يديروا الدور الممتاز فيهم كل الصفات والمعايير اللي انت عايزة كابتن مصطفى التحكيم مش فيديو تيست مش عملت فرج الحكم على اخطاء تحكمية اخطاء تحكمية الحكم يطلع من الملعب يلاقي شخص زوكيمة تحكيمية بيقوله ده واقف قدامه زي ما كان الكابتن عصام نفسه واللي معاه في لجنة الحكام نفسهم بيقفوا قدام الكابتن حسام او قدام حج مصطفى او قدام الكابتن احمد محرم او قدام الكابتن محمد واسمان يقفوا يسمعوا يتعلموا انت في المطش ومن المطش احنا عندنا انا وانا حكم دولي كنت بحب اسمع لواحد ولما يجي معايا لازم اروح له اسمع له الكابتن خليل حامد استاذ المهم العين اللي بتشوفها كابتن مصطفى انا سعيد انك انت بتتكلم على الناس ديت وانت سعيد يعني يعني اذا ما تكلم على الكابتن صالح على كابتن عبد صالح الوعش كابتن عزة الكابتن الناس اللي ربونا دول في النادي الاهل بالنس اللي انت استفدت منهم هما دول اللي دخلونا التحكيم هما دول السبب السبب الرئيسي في دخلنا التحكيم احنا جيل اتفرج على الكابتن حسان هو حكم اتفرج على الكابتن محمد واسمان هو حكم اتفرج على الكابتن احمد جمال finely首先 وإحنا شباب صغير لعيبة صغيرة في الناشئين بنتفرج على اهلي وزمالك ومتشار نتفرج على الحكام دي وإحنا كنا معظمنا جيل في نادي طاعة حرب كل الحكام دي كان بتيجي نتصور جنبه يعني الكابتو حسام ده في عز الماكدو نقف نتصور جنبه وإحنا بنحبه أو كل الحكام الحجه مصطفى كامل محمود ده هرم كابتن احمد محرم ده حاجة يعني متوصفتش مرة قابلته كنت أنا مسك نادي الشمس الله يرحمه الحج مصطفى قال لي يا ابني قالوا لي عن اللي بيعملوه فييك وانت مسك نادي الشمس قال لي ده أنا جيت لك ماتش من أنت ما شفتنيش أنا رحت في المدارة فوق لأ كان عندي في نادي الشمس الكرة دخل الجول في الدقيقة 44 ولا 43 فسألت الحكام نزلت بقى أنت عارف كنت عارف كنت أنا عامل إزاي يعني قال لي هي تلعت برة ولفت وجهت جوه تاني فتلعت أوت الأول فما كنتش عارف أنه قعد بيتفرج على البتاعة قال لي الماتش اللي جي في الجون الفرن الفرن دي جون فده كان ده كان بالنسباني الراجل ده عشي تبعارفك عشان كده عشان كده جالك الكابتن عبد السطار في الماتش اللي انت ساعدت في الدولة الممتاز وكنت مغوف أيوه وانا كنت متفرج على الماتش ده كنت لسه حكم درجة ثالثة أنا بحكي لك تاريخي الله يرحم المانس ملاح خبلك فأنا بحكي لك على تاريخه والفريق التاني كان معروف وانت ساعتها تنرفست بعد بقى أنا مصطفى يونيس و كان عايزين تطلعوني بره البلعب وصاعدت الدولة لا وانت وقفت برهww بره سور لا كان عايزين تطلعوني بره خالص لا بره نادي خالص وكان ثامر حسن ده شمرة وثامر حسن له بقى بجابه الجولاني ومدربيني وخالد اللعيب شان انا لعبته قدام خالد وخالد كامد انا لعبته قدام خالد وتامر وميده وصلاح نصري وواليد حسن وواليد وشامل الله رحمه وشامل الألعاوي شامل الألعاوي اللي صعدني في الدورة ده ايوه شامل الألعاوي كسبني ثلاث ماتشات لأ قابليها قبل ما اوصل المركز الاول التصفيات خالد اللي كسبني الفاينال هو وتامر حسن تامر حسن بيفرق الحكم اللي عيب الكورة عن الحكم اللي جاي بيحس بيحس في مدربين برضو أبجد هوز كتير يعني في برضو مدربين كبار قوي على الورق برضو يعني فانت عندك حاجات كتير يا كابتن يعني يعني كلمنا في الشخصية وبتلك الشخصية دي اهم حاجة في حكم الكورة طبعا طبعا ده نمرة واحد حكم الكورة اهم حاجة في الشخصية هي قصة مش تسعين ديئة بيحكمها القصة في محاولين أرض الملعب انت في الدورة الممتازة انت بتشوف حاجات لكن في القسم التاني بقى تلاقي اللي بيعطى الكور وتلاقي اللي مدير إيداري رايح عمال يلف كل شوية روح الحكم الرابع الحكم الرابع انت بتحط حكم رابع في ماتش والحكم ما بيجيش بتستدعي حكم من بره في وجود نائب رئيس لجلة الحكام انا قلت الحكم الرابع ده كان لازم يمشي صح لو عنده شخص عمره ما هيبقى حكم بالضبط ليه من نفسيته وقعت انت هديت حكم انت حطه حكم رابع في المباراة ليه عشان لو الحكم حصل له اي حاجة يلعب صح انت نهيته انت معندكش ثقة فيه ان يدير المباراة يا باشا عينته ليه حكم رابع صح وانت موجود في الملعب تستدعي فين العامل النفسي بتاعك انت ما تلعبه يبقى خلاص خلصت انت خلصت عليه انت خلصت عليه كده يمكن اللحظة اللي انت لعبته فيها دي بقى نجم تحكيم جديد صح ما هو مفيش حكم بص كل الحكم الكبار جوم التحكيم بالصدفة انا بالصدفة كابتن جمال غندور بالصدفة كابتن محمد حسان بالصدفة يعني ايه يعني حاجة حصلت في ملعب نزل ناشى فوق كلنا كده معقولة؟ مع معلومة جديدة دي انا كده وحصل مع كابتن جمال كده وحصل مع مع كابتن حسام كده ماشاء الله كلكو حكام كبار يعني لما تيجد كامع الحكام في مصر فعلى تاريخ مصر لازم يقول اسملكو دي كلها كابتن انا تملي بقول للحكام الصغيرين ايه مباراة بتلعبها وانت حاسس ان مفيش حد بيتفرج عليه خالص اعملها زي ما تكون بتلعب مباراة التلفزيون بيزحى الصغيرين بالذات ليه؟ لانه وارد ان يجي واحد زي فهيم واحد زي عودة واحد زي اي حد زي الكابت النصر بها زي بيتفرج بالمصادفة يشوفك يقول ده فلان الفلاني انا شفت حكم في الحكام الفلانية حكم كويس يبتدوا يتابعوك المهم انكش تقول على واحد كويس المهم ان تتابعوه المهم انك تتابعوه هي مش بالكم هي بالكيف مين لافت نظرك في الحكام السنة اللي كابتن خير؟ البنة حكم راقح هايل مش بس هايل ومعروف حكم تطور اداءه بنفسه بنفسه يعني كل شوية بيزيد محمد عادل عنده هدوء بس يعني بعتب عليه في اوقات يعني ايه شغلته ما اثر عليه شوية شغلته كظابط ما اثر عنده ضبط النفس زيادة عن اللزوم لان اساس شغله هو ضبط النفس ايه ضبط النفس معاه زيادة عن اللزوم معاه لا محمد لازم في اوقات لازم تكون فيها اسرع لان دي هتفرق معاه لانه هو من الحكام اللي عامل مباراة السنة دي كويس الفار ما له معه ليه انت معاه ولا ضده؟ لا انا ضده طبعا ليه ضده يا كابتن؟ لانه مش هينفع في مصر ديني مرة واحد ضيع متعة الكورة انا كنت زيك يا كابتن فاهم وطول عمر بقول لا فار ولا مش عارف الحكم الخامس والكورة الحساسة والكورة اللي بتشوف والكورة اللي بتعمل لكن لما جيت فكرت فيها انت بتضيع مجهود منتخب بتضيع مجهود نادي بتضيع مجهود بلد فاهم الفار يا كابتن ايه الـ VR ده لو هو انت شفت كاس العالم اللي فات اه طبعا الفار ما تتخلش في ماتش البرازيل اللي درب الجزاء وامت الفار بيتدخل الحكم لما يبقى فيه شك في لعبة ده في لعبة ضربات جزاء والفار ماوقفش اللعبة في كاس العالم اللي فات ده ما هو الفار له هيوقف كل الاوقات لكن هو بيوقف اوقات معانا دائما وابدا الفار بيوقف ساعة من اللعبة بيوقف سيبك ماتش الاهلي والترجي الاهلي والترجي اللي كان هنا وكان الحكم حسب لكن تمالي تلاقي الفار بيوقف اللعب لما توقف لما الكورة توقف يعني تلعب كورنا تلعب برا حسب حوح قد القرار لكن الماتش شغال ماوقفش طب ما انت معك السماعة ففي كاس العالم حصل الاخطاء دي انا شفت ضربات جزاء في كاس العالم الكورة بتتعامل بالعرض وفيه درب لكن مثلا درب الجزاء البرازيلي اللي انه مرمسل فيها هو حسب راحوا مستدعينه شاف وقال لا انا انا على المستوى الشخص ضد تقنية الفار لاني بحس انها هتبوز متعة الكورة وضيع وقت تاخد وقت كتير ونقاش لا انا انا على المستوى الرغم انها بتحقق العدالة في بعض الوقات لكن انا العدالة حققها من الحكم ما هو قصي العدالة تتحقق من الحكم من تدريب الحكم من تفكيرها فيه كور بتبقى يعني فيه كور ما فيهش نقاش وفيه كور ما فيهش نقاش وفيها كور فيها نقاش احنا كمحللين كلنا او بتاع وقفوهات الزاوية دي وتطلع لي على الزاوية التانية انتك حاكى مشان لحولك الكلام ده يا مكابتن بتاخد قرارك في ثانية فيه كرارات يا كابتن في الدوري السنة دي ما كانش يختلف عليها اي حد هي دي اللي كان لكن لما يبقى فيه كرار يختلف فيه اختلف فيه انا وحضرتك واختلف فيه انا وبعض الاخوة المحللين في التحكيم نختلف فيه يبقى احنا نمشي مع الحكم اللي كان في اردالماع هنا ده كرار في ثاني انما انا بقول ان الحكام عندنا حتى الحكام اللي راح تلابط في تونس وده اللي انا احكيته لك من شوية اه ليه كانوا مقدين اداء طيب وخلي بالا الجمهور في تونس قويض اه جدا يعني والحكام اللي راحوا تونس عملوا مباراة كويسة جدا ليه الجو اللي هم عاشين فيه احنا عايزين اهل جو للتحكيم مش جو تصراحات عايزين ندي الحكام حقوقهم عايزين اخر حاجة بصة كابتن مصطفى هقولك على مفاجأة اه احنا اتكلمنا على ثلاثة اربعة قولنا دول ما كانوش بيعيشوا في الاتحاد اه واتكلمنا على كابتن حسان لا فيه ناس ضعف التحكيم في مصر ضعف التحكيم؟ طبعا ضعف التحكيم قدام المسؤولين يعني التحكيم ضعيف قدام المسؤولين فيه ناس مسؤولة في مصر بتتاجر بالنية تقدر تأثر على التحكيم مش تأثر عليه يعني تخليه يحط حكيم اه لا تأثر عليه شيل فلان وحطه فلان وكان بيحصل ومن ايامي كنت بتشل بالليل ممكن طبعا محدود فى الماتش بتشل انا حصلت معا مره كنت بلاعب ايام مكان الله رحمه الكابتن عسان بهيك اه اه كان اسموهم ايه دينا دينا مش كده اه مزارع دينا اه روحت الحكم تغير كيلو ستة وتمانيين ايه وليت الكابتن عب سطار ما كان كن خلد كان جمال الغندور وقد طوله ما انا جمال الغندور انا مقفى عليه الواحد لقيت كابتن عب سطار هو الحكم وبين اللى قاله بقى من برا البوبل عل الباب برا قاله يا كابتن جابه عب سطار بايت هده بالليل لا اهو ممكن من المشوار يعنى يا حيطة المaientة دي برضه من ضمن المشاكل ان حكم ممكن يجي من اخر الدنيا يروح على النادي وصل النادي الساقم الاoshopطر جيبه الا القاهرة ما سرر عى جايبه ساع عشرة صبح هيروح فين لا فيك انا روحت مرة مباراة لقيت الحكم المساعد ناين في القوضة قلت له خدش خدش تدينيش غير اهود والتسلل خليك واقف على كده دينيش حاجة هين ركز في التسلل بس عشان تعبان متبلغ بالمباراة صار 11 بالليل وجاي من قصيوت لسكندريل تب ليه ما يتحطش الليستة بتاعت الشهر كله ما هديك هو يا كابتن مصطفى اللي بقولك عليها انا رئيس لجلة حكام قوي ولا لجلة حكام قوية فاهم عمر محمود عمدول المطش ده ما فيش مخلوق في مصر يقدر يغيرهم لو يغيرهم يغيرنا انا المسؤول اللي يقدر يجيب لجلة الحكام هو اللي يقدر يشيلها اه طبعا لكن المسؤول اللي ما يقدرش يشيل ولا يحط حكام لما نوصل لديه هيبقى فيه تحكيم قوي في مصر طبع انت لو مسكت لجلة الحكام بكرة الصبح اول قرار تغيره ما فيش حد في مصر يقدر ينعم لو مسكت لجلة الحكام في مصر اول قرار بالنسبة لك اولا انا عمري ما همسك لجلة الحكام في مصر لا بقولك نفرد افتراضي ها ما فيش مخلوق يقدر يدخل في التحكيم لا برا ولا جوه ولا برا ولا جوه ما انت مش هتقعد ما انا عشكيب أقول لك انا مش هتقعد دي حقيقة والحكم اللي مش كويس هقول له انت مش كويس انا مش في شؤون اجتماعي. مش هجامل. مش هجامل حد طبعا. لان انت لما بجامل واحد بتظلم واحد. بيه صح اقول لك. والظلم ده كان سبب و ايه. كابتل مصطفى. الظلم كان بدايته ايه. ان انت عملت اسوأ سبع اسابيع في تاريخ الدوري وتاريخ التحكم المصري السنة دي. اه. صح ولا مصح. لعبت في اصلا تسع اسابيع ولا سبع اسابيع. كلهم مشاكل. كان كلهم مشاكل. وحكام كويسة جدا. بتخش التمنتاشر ما بتشوفش. لان في زلم. في ناس اتظلمت. في حك كامة زلمت في مصر. اكتر حاجة شفتها اه اخطاء من التحكيم. فين. في ماتشات. كل الماتشات فيها اخطاء. كل الماتشات فيه اخطاء. كل الماتشات. كل الماتشات كبير. في خطأ يا كابتن فاهم. ما انا مش عايز. اخطأ واضحة. يعني في اخطأ كان يتفجأ قوي. زي. كل الدنيا كلمت عليها. الايدين والبتاع والقصة. اه. يعني الايدين وبلانتي وحكم. لا. وبعدين بنجيب حكم اضافي. وحكم الخامس. انت مع الخامس والسادس والسامع. انا مش مع. كل الكلام ده. كلام ده كله كان فض اه هصة وتهديها للرأي العام. والكلام من ده. انا بكلمك بأمانة تقم التحكيم اربعة. اولا مش بجيب حكام من تونس بتلعب اربعة. اه بالزبط. ايه بقى ماتش باربعة وماتش بستة. ما ينفعش. وبعدين بقى ضغط. اقول لك على مصيبة. اه. الدوري الحكام بتاعت مصر دي كلها. العشرين خمسة وعشرين حكم دول. بيلعبه كل يومين. في اختبار. في اختبار لجنة الحكام اعلنت عن اختبار بدني في شهر يناير. لو الاختبار البدن يا ده اتعمل مية في المية صح. وبعدين تلات اربعة حكام اللي انجحوا. من الدولين. وبعدين انت عامل اختبار لمين? هو فيه حكام للجاري بس. لا الملعب. انت عندك عشرين حكم لو عدناهم كده. هتلاقي. جاجرش. البن. معروف. اه. الصباحي. اه. طريق مجدي. حوالي خمساشر ستاشر حكم. وحوالي خمسة وعشر مساعد. هم دول اللي بيلعبوا. اه. انت عايز بقى الاختبار للحكام. التانية. هتقعد كل شيء تجري. ما هي صبها الملل. عايزة تلعب. عايزة تصفر. عايزة تشوف. عايزة تحس بمكانتها. ان هي حكم. ما هو كل حكم النهاردة في بيته حكم. صح. عنده احفال. عنده اولاد. عنده عايزة جوجة. عنده ابزة. ما تلعبوا ويبقى وحش يقول له شكرا. مع السلام. بس مين اللي يقول عليه وحش. الكسة. في مين اللي يقول وحش. انا مبقاش رايح اشوفك. وانا رايح مستنيك تغلط. وانا رايح اكتب اخطائك. الله. ده فيه ن الناس بتروح كده. وبيبقى الحكم اللي رايح يكتب اخطائه ده. خطاقه بسيط. انا روح تشوفت حكم. مرة. لو حد من الكبار شافه يبطاله. حكم. كان ياته كويسة اللي يقتل بدانية عالية. عايزة تصنفر بس. زي الكابتن عبروف. الله يديه الصحة. ما يقول لك ايه. الحكم ده كويس. بس عايزة شوية صنفرة. الصنفرة دي. ما تجيش غير من واحد حكم. والدقدة في التحكيم. ما تجيش من اي حان. ما تروحش تحكم على الناس. واحد بالاعدام. وانت اصلا مش قادر تحدد امكانياته. الامكانيات بتاعته. اللي تقدر تقول ده. ممكن لو صنفرت فيه كام حاجة. يبقى حكم. مش هاجي حكم اقول كويس. واروح جوب بميديله الاهلي. حد يقول كده. وبعد كده قعد الحكم سنة. احمد حمدي حكم من الحكام الكويسة جدا. سنة اللي فاتت بدأ وبين موسم اول مباراة للاهلي. طبيعي جدا. انت اهلي وزمالك اول اسبوع في الدوري. على حالة تفتح الدوري. بالحكام الكبار. وبعد كده اه يعني ازات الاهلي والزمالك الحاجات اللي ايه عليها ايه. سيعة. وبعدين انت عشان توصل تلعب الاهلي والزمالك. او ده انت عايز حكم تبقى نازل. وقت. وانت حاطت في دماغك انه يعني اخطاءه ممكن تبقى بسيطة. لكن انت جيبت واحد متضار للنار. ده اديله ماتش. طول عمرنا بنلعب ماتشات خفيفة. اي حكم بيطلع يلعب ماتش خفيفة لأول في الدور المنتاز. بعد كده ماتش متوسط شوية. بعد كده ماتش صعب. بعد كده اروح ماتشات باقي كبيرة زي ما لك اسماعيلي اهل اسماعيلي. كده. تدريجي. لكن انت جي تروح تتعمل دينه الاهلي. هو لعب ايه. ولعب وسط جماهير ايه. خبراته ايه. وخبراته ايه. ومن اللي شافه. ومن اللي حدد الامكانيات او الفوارق اللي بينه وبين جهات جريشة. او بينه وبين البنة. عشان تقدر تقول ده يقدر معنا. معنا لما قيم حكامي اقيم على المستوى الاعلى عندي. اقول ده. يوصل. يبقى. زي البنة. امتى. بعد كم ماتش. بعد ما شوفه قدي ايه. مفيش حاجة اسمها ترتيب. احنا بنوزع النوتة. شون اجتماعي. انا مينفعش عندي حكم. ممكن يبقى قريب للبنة. في خلال خمسة عشرة خمستاشر مباراة. وابتدي اهنا اديره رق عشرة خمستاشر مباراة ده في سنتين ثلاثة. يبقى اللي بيقيم الحكم عينيه ويحشى. صح. مش قادر يقول. ان ده عنده. مو ده الفربة بين ده وده هي دي يا كابتن فهين. انك انت عنيك بتقيم بتعرف تقول ده لا ده يجي منه. ده لا ده انسى ده ما. زي زي لعبت الكورة. بالزبت. انت تفرج على لعب الكور. لا ده. وانت النهاردة جاي ناصر عباس يشوف الحكام الصغيرين ليه. عشان ده ناصر عباس. عشان يشوق. عشان حكم. حكم. عشان يقدر يشوف ان ده يقدر. طب. انت. انت الراجل ده هتعوزه بعد كم سنة. بعد ثلاثة اربع خمس سنين. طب لو بعتنا رسالة. بعتنا رسالة للكابتن. اه سمع فتاح تقول له اين تلوقتي. اقول له. اقول له العدل. 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 كان كان اسماني العدل ايه. العدل يا سيد القاضي. لا يعني عايز اقول له. انت. كنت. في فترة. كنت مهتم بالتحكيم. انما انت دلوقتي. الفترة اللي فاتت. اهتمت بحاجات تانية غير التحكيم. اه. العدل. عايزك تكون عادل افضل. من كده بكتير. اه. انبارح سمعت ان هو كان بيتكلم في احد البرامج. وقال. واشو بيه. الناس اتكلمت. مسلا كزا واحد اتكلمه. وقال لك والله يعني انا. اه. كلام اللي قدر اخده. يعني كلام الكابتن جمال غندور فطبعا استعجبت يعني. استعجبت من ال ان هو يعني الكلام اللي قدر ياخده. كلام الكابتن جمال بس. فقلت والله ده حاجة كويسة يعني. اه. عايز اه. عايز انا عايز التحكيم افضل. عايز كل حكام مصري يركزه. عايز كل حكام مصري يبقى نجوم. مهم جدا ان الحكم ازاي يعرف انه يبقى نجم. على اي حد. هو حكم. بيدافع عن اسمه. دي اللي الرسالة بقى لكل حكام مصري. اعمل الصح اللي انت شايفه وتعملش حساب حد. خليك نجم. نجم على اي حد. اي حد يخرج عن النص عندك خود القرار اللي تبقى اللي قانون معاه. مفيش حد هيح مع حكم. قال لما تيجي لجنة قوية. بعيدة عن المسئولين. هو ده اللي هيبقى هنا تحكيم قوية. لان الاخطاء مش هتخلص. ده. واي حد في الرياضة او في القورة واهم. ان عن تحكيم مش هتبقى فيه اخطاء يبقى بيحلم. لا قبل كده ولا النهاردة ولا بكرة ولا اللي جاي كمان عشر سنين. ده هيبقى فيه اخطاء يا كابتن. خلينا خلينا نحلم للاحسن اللي جاي ان شاء الله كابتن فهيم نورتني وشرفتني. ربنا يا خلينا. وسعيد جدا بجراءتك. وسعيد جدا بالحيمية بتاعتك على. الحكام اللي انت منهم وكنت عنصر اساسي فيهم من الايام فيهم. وان شاء الله اللي جاي افضل بتواند توفيه لجنة الحكام والاتحاد الكورة. ولوكورة بلدنا بازن الله. شكرا كابتن. شكرا كابتن. كده بتنتهي حلقتنا. شوفك يوم الاتنين وسبوع الاخير.